بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام حبيب قلبي كله ندع حلقتنا صلوا على الحبيب المصطفى علشان تكسبوا سواب وأنا كمان أكسب السواب معكم كان واقف قدام الدولاي بطلع هدومه علشان يروح الشهر ومدي مراته اللي بتعشعه ضهره هو واقف وبيتكلم بكل فرودو بقول هتظن الخمس سنين اللي وعدتك بهم تيشي معايا فيهم هنا خلصوا كمان وصية والدي أن تفضلي على زمتي خمس سنين خلصوا البنت صدمة وبتبصله بصدمة مش مصدقة ده لسه كان معايا لسه كان واخدها في حضنه ونايمين سوا صح علشان يقول يفتكر العقد والطلاق البنت تكلمت بصدمة وقالت انت بتقول ايه هي انت اكيد بتهز صح؟ اكيد ده انها لسه كنا نامين في حضنة بعض لسه كنت بتلعب في شعر من شوية ايه اللي غيرك كده وبصيلها هو بحاول يقدر غضبه وكره ليها هو بيكرهها رغم انه بتعامل معها كأنه الزوج عاجل بس برضو بيكرهه وقال لها اي راجل طبيعي لما يشوف واحدة بتعرض نفسها عليه وحلاله اكيد هيضعف قدامها وانا راجل واللي عملته لا حرام ولا عيد بس انت عارفة ان انا مش بحبك وعارفة ان انا اتغصبت اتجوزك بسبب وصية ابويا اللي قال اني لازم اتجوزك خمس سنين ودلوقتي الخمس سنين خلطه وانا عايزة بقى هاخلص من الموضوع ده كله كنت بتبصله بصدم مش عارفة تعمل ايه هي مش متوقعة منه كده قبرا مش متوقعة انه يقدر بيها بالطريقة دي وقالت له ايه ان انت خلاص انه وانت طلقني مش عايز تكمل معايا اظن من حقي ان عاش حياة طبعية وعيش مع البنت اللي بحبها واتجوزها واعلن قدام الناس كلها ان هي امراضي وهتكون ام اولادي بدم انت حرمتيني من ده زمان مش تحرميني منه تخيمان دلوقتي معك حق تمام وانا مستعدية للطلق بس هو يا عزيز انا هعيش فيه انت المفروض ابن عمي وعارف ان انا كنت عايشة هنا في البيت عندكم هعيش فيه هابويا لما كتب وصية قبل ما يموت تقالي ان هعيش معاك خمس سنين لحد ما اتخلصوا كل ايدي وبعدها تقدر تشتغل بس ما تخفيش انا حديكي برضو مبلغ المؤخر والدهب بتاعك وكل حقوقك هتخديها علشان تقدر تعيش وتفتحي مكتب محاماك على جدك في اي مكان تمام مفيش اي مشكلة انا بوافقة بس ولا اقول لك خلاص مفيش حاجة بيسيبها ويمشي بعد ما يلبس علشان يروح شركته هاما هو بعد ما يغرب هي بتقف وتبصت نفسها بالحزن المرايا اللي قصدها وهو تقول غلطي غلطي لما سلمت له روحي وانت عارفة انه مش بحبي ولا عايزك ولا هاوزك في حياتي غلطي غلط كبير اوي بس دلوقتي هتعملي ايه في الغلط ده خلاص ابنك اللي جاي هتعملي مع ايه لو قلت له ان حامد هيعادك معاه هو مضطر او هيقولك نزلي وانت محتاجا خلاص خد منه حقك وبدأ حياتي بس مش في المدينة دي في مكان تاني وعد الوقت ويجي الساعة ثلاثة العصر كان روح من شركته هيتفاجئ وهو داخل الفيلا انه في شنط هدوم عندها هو لما دخل لقاها لابسة هو وقفة مستنياها بصيلها من فولي تحت ولا انت رايحة فيه ويه الهدوم دي ماشي اظن بعد الكلام اللي انت قلته ده ما عادش ينفع ان احنا نقعد ساو اظن انت قلت كلام ما ينفعش أصلا انه يتقال واظن برضو انه مش ينفع بعد اللي انت عملته معايا ان احنا نفضل نتكلم مع بعض انا خلاص قررت امشي واسيب البيت مستنياك بس ما تيجي على شاي ترمي على اليمين اتخطف من كلامها هو كان متوقع ان ممكن هي تفضل قعدة او انه يتوصلوا لحل تاني او ان هي تقوله تجوز وخلييني انصدمت ده كله بس ما بينش صدمته وغلها عدم انتطلق انت هتروحي تعيش فين هتعيشي مع مين يعني لا انا هروحي عايش في شقة ماما شقة ماما اللي في اسكندرية انت عارف ان ماما كانت عايشة في اسكندرية هرجع عايش هناك وهفتح مكتب محماء او هشتغل عند اي محام كبير انت عارف ان كنت القولة على دفعتي طول السنين دي علشان كده هروح هشتغل المهنة اللي انا بحبها وفي الشقة اللي انا برتاح فيها نفسيا وجسدية اما ما بالنسبة لحقوقي فانا وانا بالمي هدومي لقيت الدفتر اللي انت كنت عاملهو للحساب البنكي اللي في مبلغ يعمل المبلغ ده هو هيكون حقوقي كمؤخر وكده اكيد يعني مش عندك اتروحي وانا مضتلك على ورق فوق يثبت ان انا اخذت كل حقوقي لو عايز تاخد الدفتر وتديني حقوقي مفيش مشكلة العكس صحيح برضو مفيش مشكلة عندي انا دلوقتي مستنية اليمين ارمي علي اه انا مخدتش الخاتم الالماظر اللي انت جبته لديها او خدت اي مجوهرات لو عايز تطلع تشوفها هتلاقيها مكانها وانا اعود هنا لعند ما تفتش حكتها انصدم لما قالت له لو عايز تفتش ويشوف حكتها قال لها انت بتقولي ايه افتش فراكي والحاجة دي مش خدتها لي يا بتاعتك انت يا كنسي لا يا قسيم دي ملك امراضك اللي انت اخترتها ها اما انا واحدة انزألت عليك واحدة حدفت نفسها عليك بعد ما لقيت عمها موصل ان هي لازم تتجاوز بن عمها وينفصلوش اللي بعد خمس سنين ومن عمها اضطر يتجاوزها بقت تروح علشان ترضيه كأنها زوجة متعرفش ان هي داست على قرامتها اللي هي عملته انا بعتذر لك اني تقلت عليك واعتذر لك على كل حاجة حصلت مني علشان كده انا خلاص لازم امشي بسيبكو الحاجة بكانة من صحبتها الحقيقية اللي انت تختاره ربنا يا رب يوفقها انا مستمنيها منك يا اسامة ارمى علي من الطلاق ها اسامة فضل يبصي لها فجأة يبصي لها كتير قوي وقال لها انت طالق يا كنسي وراتك هابعتهالك على علوان مامتك شكرا لي بس ممكن بس تخلى اي حد من السوائي عم احمد او ابراهيم او مصطفى يوصلون لحد محطة الكاهرة ايه اللي بتقول ليه ديك انت وعربيتك فيه انت هتخذ عربيتك مش هقدر يا اسامة صداني مش هقدر اخدها منك لان دي هدية غالية جدا وانا وانت دلوقتي مانعنيش حاجة لبعا علشان اقبل هدية زي دي وبعدين انا يعني لو مش هتوصلني ممكن اشوف تاكسي انا لو معايا رقم اوبر كان زي ما نتكلمته معالش مش هتقل عليك خليهم يوصلوني المحطة علشان امشي تمام ماشي انا ماكنتش عايز انهل اللي بنا بالطريقة دي بس انت بادام كده هتبقى مرتاحة انا ماهمنيش في غير راحتك خلاص انا هخلي حد يوصلك المحطة وثابته ومشيت وهو واقف مكانه مش فاهم ايه اللي هيحصل بس تلفونه رن وكان البنت اللي بواعدها من قبل ما والده يموت واللي والده ما كانش بحبها واسمها صار قالت له ازايك يا اسامة انا عايز اقولك يا اسامة ان خلاص قررت اتخطب لصديق لي هو دكتور ساميلي لان انا شايف ان علاقتنا طوالة وانت عمال توعد بقى وعدة ومش قادر تنفزها انت بتقولي ايه يا اسامة ها انا خلاص طلقتك انت وهنتجاوز اسامة انا وانت تعرفت على بعض وحبينه بقى والده كان رفض ارتبط مش لانه كرهن لاني شايف ان الحب اللي ما بيننا مش قوي انا عايز اسألك كام سؤال يا اسامة وبتمنى منك انك تجاوب علي بصراحة اكيد طبعا اسألي وانا هجاوبك على كل اللي انت عايزات وعايز اتعرفيه تمام انا بحب اللون ايه اكلة المفضلة ايه طب بحب اصهر فيه طب انا ايه لو زعني ايه اللي براضين ويه اكتر حاجة ممكن تزعاني تعرفت رد على اسئلة دي ساكت اسامة ومعرفش يرد عليها نهائي هو فعلا ما يعرفش عنها حاجة بس اللي بحب حد ببقى اعرف كل عنه كل حاجة كملت كلامها صار لانها دكتورة نفسية وقالت له شفت انت ما تعرفش عني اي حاجة ما تعرفش انا بحب ايه ايه اللي ممكن يزعاني ايه اللي ممكن يفرحني ايه المكان اللي بحب بقعد فيه ايه اكتر اكل بحبها ايه اللون اللي بحبه ما تعرفش بس امسط حاجة انت تعرف كل حاجة عن كنزة يعني مثلا هي بتعشق اللون التركزواز فانت حاولت اجيب لها عربية تقول قريبة للون دي مهما كانت امانا مثلا هي بتحب اكلة ايه داما لما في الروح بالمطعم بتطلبها لي كأني انا كنزة مثلا لما بتكون زعلانة بتحب تروح فيه وايه اللي براضيها انت تعرف عنها كل حاجة انت حبتها هي بس كاره ان هي اتفرضت عليك وده اللي يخليك حزين وانت بتكلمي صوتك مش فرحان ان خلصت من جوازة انت تدبست فيها صوتك مكتئب انت كل اللي عملته هو عند عند مع والدك اللي اكبرك تسيب البنت اللي انت اخترتها وتتجوز بنت اخوه اللي انت كنت شايفها صديقتك بس هي اكتر من صديقة ليك خلي كده لما تكون ميداق وزهقان بالشغل تتفضل تروح عندي مي عندي ولا عندها تتفضل تروح عندها وتحكي معها وتفضلها انت لو مش بتحبها عمرك عمرك ما كنت هتلمسها انصدق انصدق ان عرفت ان هو لمسها فيعرفت مني كلمتها كنزي كلمتها بس كنزي ما تعرفاش اصلا عرفت مني ان هو دايما بينكر اللمسها وقال لها انت بتقولي ايه لا ما حصلش انا ما قربتش منها صدقين ردت صارة على اسامة وقالت له بطل يا اسامة كده انت مش بتحبها بس لا انت بتعشاها انت مدمن ليها ها انت لمستها وقربت منها كل مرة كنت بتلغي مناسبة لنا وتقولي انا هفضل في البيت كنت ببقى عارفة من صوتك انك فرحان علشان معاه كل مرة كنت تبقى تعبانة كنت تبقى واخدها في حضنك تقولي ده هي بعيدة عنها وانا فاسها جمع انا عارفة انك قربت لها لما بسألك السؤال ده وانت بتحاول تجذب عليها في عيونك اه ومبسوط كمان يابني يابني انا صديقة ليك يمكن حبيتك بس مش علشان احبك اخدك اتملكك وانا عارفة ان قلبك ملك الغير انا هتعذب وانت هتتعذب وهي هتتعذب انا دكتورة نفسية بنفسي وبيك وبيها علشان رغبة ان اكون معاك تدقني اللي انت بتعمله انت قام من نفسك مش ابوك ولا من منها ولا من اي حد انت قام من نفسك فوق يا اسامة فوق قبل ما يعدي بيك الوقت وتلاقيها بعد تعانك ونسيتك انا نصحتك كصديقة وبتمنى نفضل اصدقاء لان علاقتنا انا مش هقدر اطورها اكتر من كده عن اذن ايه اتكلمت معاه وساعتها هو حسي قديقه انه هو ند هو وطي هو وقال فعلا معاك حق يا صورة انا مش بس بحبها انا بعشقها طب مغررت خروجها من البيت بقيت مدى ومخنوق ان هي خرجت انا يمكن كنت بعمل ده كله لان والد طول عمره بيخصبني على الحاجات وانا ما بحبش كده بس خلاص انا هفوق لي نفسي وحفوق لي بيت وحفوق لي كل حاجة وبعدها مسك تليفون ورنع على السواق لإيه اللي هيوصل كنز البيت قال لها في اسكندرية وقال له عم عبدو انت وصلت كنز المحطة ولا لسه طيب تمام فدام لسه مش وصة ولسه قريبين من البيت هيرجع بيها ما تخلقاش تروح اسكندرية وفعلا السواق تسمع كلام اسامة ورجع بكنز كنز اللي دخلت وهي متعصبة متحاول تدهر يخف لايكوني عارف ان هي حاملة وعايزها علشان ابن وساعتها دخلت بغضب وقالت له انت ليه خلتني السواق يرجعني انا كنت هروح المحطة وبعدين انت عايز مني ايه ارجع الفيلا ليه انت مش هستفر في حتة اتناس انك مراتي وقتتضاف لمراتي لاخر يوم في عمري ايه انت الجننت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انت لسه مطلعك انت عايز مني ايه انت شوية مش عايزني وشوية عايزني عايز مني ايه بالزبط انا هردك وياك اتفكر تخرجي برا البيت محدش يعرف باليمين ان انا رميته واطلبك في بيت الطوع وانت عارف ان اقدر اجيبك هنا كوي فاطلعي يلا على قطي هرم عليك يا شيء انت عايز مني ايه ولا علشان انت عارف اني ما عنديش عيلة ومعنديش حد فبتستقوى علي انت عارف ده كله وعلشان كده بتيجي علي مش انت اللي طلقتني وعايز ترجع على حبيبتك ولا حبيبتك رفضتني وقلت تسلى بي شوية لما ترجع هرم عليك ايه ابعد عن حياتي بقى حياتي انت دمرتها وزلتني وكسرتني وبهدلتني عايز مني ايه تاني خليني ألملم شوية من كرمتك هرم عليك هو بعدها طلعت على قضيتها جاري فاما هو وقف يبصي لها كان متضايق علشانها ويتكلم وقاله انا قاسف قاسف على كل اللي بتحسيه قاسف ان جبرتك تفضلي بس انا عارف بعد اللي عملته لو قلتلك افضلي معايا وخيرتك هتمشي لان كرمتك اهم حاجة في حياتي ولازم ابينلك قد ايه انا بحبك وان انا هتغير علشاني بس عايزك تصبر شوية معايا تصبر شوية وانت هتشوفي طلعت قضيتها ها اول ما فتحتها كانت حاسة بروحة رهيبة مش مصدقة ان هي ركعت لها كانت بتتقلم لانها في يوم ممكن تسيب كل حاجة بس كانت زعلانة من نفسها ازاي بتفكر في الطريقة دي وهو جراحة واهانة ومفكرش فيها ولا في قرامتها وبعدها قالت للدرجات دي انا بحبك للدرجات دي انا مبسوطة ان انا ممشيتش وان انت هتفضل معايا للدرجات دي انا مبسوطة بوجودك بس لأ وقال في لأ حتى لو بحبك لأ بموت فيك مستحيلة اسمح لك تأذين او تهن وكل اللي عملت فيها حرده لك وفجأة الباب بخبط نفسها وواسعتها قالت مين مين على الباب هرد من ورا الباب وقالي هانا انت قفل باب القضى بالمفتاح ليه ممكن افهم اولا انت رميت علي يا مين الطلاق حتى لو هتردني انت بالنسبالي انت مطلقت وامر الحاجة دي ما هتتغير علشان كده انا كان لازم هقف الباب القضى علي علشان ما تدخلش علي هو اقعد بحريتي لا والله وده من امتى بقى افتح الباب يا كنز بطال بروس انت عارفة اني من يوم ما اتجوزت وانا وانت ما اللي بعيش عن بقى لا والله من امتى الكلام ده مش انا كنز برضو اللي رميت نفسه علي علشان اكسبك واعمل اللي انا عايزاه مش انا كنز برضو اللي خليتك تخسر البناء ادمن اللي بتحباه علشان اتجوزك لا اسمع بقى يا استاذ انا بقولك اهو مش هتدخل ومن هنا ورايح في قواعد جديدة في حدود بينه وبينك ولو عايز تتجوز راح تتجوز ويلا هوينا بقى علشان اناك اهو واكرمان مني بكرة الصبح حبعت كل هدومة مع واحدة من الخدم الجناح اللي هتختاره كان كلامها ليه بصها كلها وجع بس برضو كانت فرحانه ما تعرفش ايه السبب اما هو كان موجوع على وجعها هو يتكلم بينه بين نفسه وقال انا معاك يا كنز وهداوي كل الاوجاع اللي انا كنت السبب فيها هوعدك ان هعالك كل اوجاعك يا قلبي تمام يا كنزي يا رب النومة تعجبك من غير تمام سلام وعد الليله هو نام في القوضة التالي والصبح صحي لقيت جنبها بقي ورد ويكمال جواب فتحت وبدأت تقراب كان كتب لها فيه صباح الخير على اجمل عيوم كنزي في الدنيا دي كلها كنزي حبيبتي فانا عرفت اطهر بس انا ما بحبيش اضايقك علشان كده حاسمع كلامك لحد ما ترضى علي وترجعين وقلت انا دخلت غيرت هدوم وديبتلك الوردة اللي بتحبيه وقلت اصبح عليك وكل يوم هسيبلك وردة علشان لما تصحي تفتكرين نفسي انا وانت نبدأ حياة جديدة بس اعارك ان ده هيعوز المجهود علشان تنسي كل العذاب اللي شفتيه مني في الخمس سنين اللي فاتوا والتجاه وجرح المشاع وانا مستعد اعمل اي حاجة علشان اشوف بسمتك منتان بحبك يا احلى كنزي في الدنيا دي كلها صلت بص للجواب وهي مش مصدقة بعد ما خلصته وبالذات ان هو خاتم حبيبتي يعني هي حبيبته معقول وقال بيلعب عليها واتكلمت وقالت معقول معقول يكون حبني وقال بيعمل ده كله علشان في الاخ يحط ايده علي وياخد بعضها يطرد مش عارفة رغم اني فرحانة من كل اللي بيحصل ده الا اني خايف وخايفة قوي كمان اما في المستشفى كان قاعد قدامي الدكتورة صارة وصدقته كان بيتكلم وبقول باسف انا اسف يا دكتورة صارة اسف على كل حاجة حصلت مني واني عشمتك بالحب ثلاث سنين وفي الاخر خليت بيكي لا طبعا ما تعتذرش ده انا المفروض ان اعتذر لاني شفت من الاول كل الحاجات دي بس ما قلتلهاش زر لما حسيت اني خلاص ماهين نفسي وهعايش نفسي سنين عذاب انا عايز اقولك حاجة علشان تبقى عارفة ولازم تصرح بيها امراضة كل اللي انت عملته ده هو عقدة اقول ده بسبب اللي والدك عمله فيه بسبب انه دايما انشارت عليك انت ووالدتك كل حاجة تنفسوها وبسبب كده والدتك اضطرت تنتحي لازم تطلع كل الاوجاع عارف انك مش عايز تتكلم معايا في الموضوع ده بس الاحتر انك تتكلم تتكلم مع مراتك وايه هشاركك كل اوجاعك احكي لها ليه انت كنت رافض الجواز اللي مش عايزه تبدأني كده احتر بدل ما تختاروا بعض معاكي حق يا صار وشكرا ليكي مرة تاني مش اسام وساعتها صار قعدت مع نفسها وقالت رغم كل الحب اللي في قلبي ليك بس الصح اللي عملته يا اسام مش لازم اكون عزول بين اتنين بيحبه بعض بالراجل وامراته مش لازم اكون البطلة الشرير انا الساهل حد يحبيني حد يحارب علشاني حد ده بقى بقى في قلبه الساهل ان يعيش كسه اكون انا بطلتها مش بطلة جنب البطلة بسندها ولو واعت البطلة اقوم انا بمكانها انا مش بديلة لحد انا الساهل اكون الاولى وافضل الاولى في حياة حبيبي عد كام يوم هو اسامة في الكام يوم دول كان بعيد تماما فيهم عن كينزي لدرجة ان كينزي كانت بتحس باشتياء ليه فقام اسامة قرر ان يروح يتكلم مع كينزي ويحكي لها كل اللي وجه ويحكي لها كل اللي حصل له وبدأ يقول اسمعيني يا كينزي انا عارف انك ممكن تكوني متضايقة مني ممكن تكوني زعلانة مني بس يا كينزي انا والله العظيم بحبك جدا انا عايز احكي لك على كل حاجة واجعاني يا كينزي اسمعيني للاخر زمان قبل ما والدك ووالدتك يموت وتيجي تعيشي معنا وقبل ما والدتي تنتحر ايوة والدتي مش ماتت موتة طبيعية احنا داريني عالناس كلها والدتي انتحر بسبب والدي والدي اللي كان عاوز يكون الحاكم السيد فعصر مش فيه السيد والدي كان دايما بيؤمر وانا والدتي النفل لو مرة رفضت اي امر ليه كان بيجلدني او يرجد والدتي لحد ما والدتي تعبت من العيشة وانتحر فضل ما رحمنيش فضل كل شوي هي اخليني انفس كل اوامر فضل هو المسيطر الوحيد والدي كان مريض سيطره عايز يسيطر على كل الحواليه ولما انت اهلك ماتوا وجيت تعيش معنا طبعا ما كانش ينفع يتعامل معاك بالطريقة دي لانك بنت اخوه وتوقامه وحبيبه فما كانش ينفع يتعامل معك كده علشان كده كان ببقى بعيد عنك وبعملك بلوته كان على طول يديني اوامي ولو رفضت يبقى لانضرب لا اتحرم ان اروح ازور امي وقف مرة اجبرني على حاجة كبيرة اوي ان اسيب الكلية اللي باحلم بيها وادخل علشان امسك شركاته الكلية اللي هو نفسه فيها ولما رفضت قاله انه هيمنع عنك الاكل اسبوع وقتها اتجننت ووقتها قررت ادخل الكلية دي وبعدها هيجا وقال انه عايزني اتجوزك علشان الاموال ما تطلعش برا ليلة وقتها رفضت لانه قلت له انه بواعد بنت اسمها صورة وقتها قالي انه هيحرمك من اكل وهيحبسك لحد ما تموت وبكده قادر اتجوز صورة وبعدها اطلق كوني انت متي تقهرت ساعتها وعرفت ان والدي هيفضل مسيطر علي طول العمر علشان كده وفقت اتجوزك وعلشان كده لما لقيت ان الوصية بتاعته ان من اتطلقش ير بعد خمس سنين لاما كل الاملاك تروح في الشارع فضلت معاك بس يصدقيني انا بحبك اوي وعمر ما كلمت صورة طول الخمس سنين دول كلام خارجي دايما كلام ومحيط شغل لو اتعرفنا على بعض تبدأيني انا بحبك اوي وعايز اكمل معاك قلت ايه انصدم ما بقيش يمصدق معقول عمها اللي بتحبه عمها اللي بتهيئ لها انه هو قاطية بانسان كان بتاجر بحياتها علشان يقصب على ابنه ومعقول ده كله حصل لها فاتكلمت بابتسامة حزينة وهي بتقول طب انا عايز اسألك سؤالي لما انت مجبور علي وكل ده علشان مجبور علي لو انا وفقت ارجعلك دلوقتي افرد بعد كده رفضتين ايه اللي ادمني ان انا احس انك بتحبيني انا عايز اعرف عايز اتعرفي انا بحبك ولا لا هابسط مثالي مثال بسيط اوي ايه ان انا كنت بعمل اي حاجة والدي يقولي عليها علشان بس انت ما تتعقبيش حتى لما اتجودي قلتلك ده وسيط والدي وهنقض خمس سنين بابا على فكرة كل فلوس والدي ما فيش منهم غير الاصر ده علشان مكتوب باسم اتبرعت بيه الجمعيات الخيرية انا مش نزمن حاجة من اموالي الشخص اللي يخلى قول متنتحر واللي خليه معيش اسوأ ايام سنين مش مستاهد اني اخد حدا من اموالي بس انا عملت كده علشان عايزت جاملي يمكن وقتها قلت صدقتي يمكن وقتها قلت عايزة ان تقيم مني حاجات كتيرة كنت بردتها بس الاخصة والاكيد انه كنت عايزك معايا هو انا موافقة ديك فرصة بس خلي فعلي تي اخر فرصة ما بيني لو ضيعتها خلاص ما عادش في فرصة هو امر ما هضيح وهحافظ عليها فأوعدك انه امر ما هضيح وبعدها وبعدها شدها على رجله جامد وقال لها بصوت عاشق وحشتني او على فكرة وحشتني بجنوب انا كنت حاسس ان في بعدك بموت لا يا بيك مش هينفع لمدة شهرية يعني مش هينفع خالص كاد بتكلمه بدلع رهيب جدا اما هو بصلها بتعجب ورجفها حجبه الفوق وقال لها ليه يا حلو ليه دا كل عايزة بتعاكميني ولا ايه بها مش معقول عندك حاجة تمنع دا كل فأكيد يعني لا يا بيك بس كل الحكاية يا حبي هي ان انا حام انا عرفت قبل ما بش اليوم ان انا حام بس انت صحيت الصبح بدل ما اقولك الخبر ساعتها قلت لي ان احنا لازم نتطلق فماردش اقول وقلت يا ربي ابني بنفسي بس لما رجعتني قلت اقدبك شوية وبعدين اقولك وبعدين خلاص اصطلحنا يبقى لازم اقولك ان انا حامد ومش ينفع خالص صار بعد شهرين علشان نعد اول ثلاث شهور بخير حضانها جامد هو مش مصدق ان مراته خلاص اخيرا بيت حامد بقى فرحان جامد وبيحضنها ويساعتها قال لها بعيش انا مبسوط اوي انا مش مبسوط انا حاسس ان طاهر من السعادة متتخيلش انا فرحان قد ايه انا حاسس ان سعيد اوي سعيد ان هكون اب وانت ام الطفل ده لا انت بالنهاردة ما تميش اي حاجة كل اللي انت عايزة تقولي عليه وهو يجي لحد عندي ايه انت بالنهاردة تنامي لحد ما تجينا امرتنا الحلم اين انا عايز بنت تكون شابهة وهسميها احلام على اسم والدتي علشان تكون الحلم بتاعه وبتاعه انا بحبك اوي بحبك ياغلى حاجة في حياتي كلها عedes يوم ده اربع سنين وكان عايد جوازهم التاسع ما هم كان متجوزين وبقالهم خمس سنين وعد اربع يبقوا تسع وكانت واقفة بتفكر هتجاهز اكل ايه بعد ما روحت كل الخدر وقالت ان اياها هتتهتمني ببيت النهاردة وفجأة قالت امم هو بحب المحشي ورق العين ل茶 وكمان بحب المكرمة بشامله والبط والحمية انا هعملهم للنهاردة علشان يكون مبسوط او يا رب يفتكر ان النهاردة عاد جوازنا وفجأة كل تفكيرها تقطع لما سمعت صوت هابدة جمد وقالت بصدمه احلام زمانها عملت نصيبه بر انا حاسة كده ان اسامة المرادة هيقتن هي السابة وطلعت تجري علشان تشوف احلام بنتها عملتين واول ما خرجت انصدم طلعت لقيت اللاب بتاع جوزها مرمع الارض تراخت وقالت حرم عليك يا احلام ايه اللي دخلت المكتب ابوك حيموتني كل يوم عاملة نصيب ودلوقتي قصرت اللاب هقول له ايه مش تقول له حاجة يا مام انا هقول له مامي دخلت المطبخ ويسابتني زهقان ولما رجعت لها وقلت لها ان انا زهقانة هقالت لي اجري العاب في اي حاجة في ساعتها انا دخلت مكتبة واخدت اللاب بتاع وقلت الماما انا هعمل كده وماما وافت ومش اعترض وانا اخدت اسمع فيلم كارتون بس تقصر مين اماما هي الساب فحيزعقلك انا انصدم انصدمت جدا وباك مش منصدها اني بنتها تفتري عليها كده وفي الوقت ده هي اي جا ساعتها اسامة وبنته وافت ورا ضهر هو وافي بصي لها اكاينه بقولها ايه اللي حصل لله وساعتها هي قالت له والله العظيم يا اسامة البت دي كداب فانا شغلت لها الكرتون عتي في زيون وقلت لها تسمع ما عرفش ليه دخلت القوضة وجبت اللي والله ماليش دعوة ما صدقهاش يا باب ماما بتكذب عليه علشان هي اللي عملت كده وقالت لي ألعب في اللاب بتاعك علشان هي مش فاضي كنزي اي جا تتحرك علشان تضرب احلام بس اسامة خضف حض وي كنزي طلعت لسانها وطلعت تجي واحلامت غاز سقط وقالت له عجبت كده اللي بنتك بتعمله كل مرة بتعمل نصيبة شكل وانت على طول بتصدقه وبتجري وراه وانا بكون المخطئة وزي الوقت قسرت اللاب وانت طبعا هتدهي لانه عليكم لشغلك ومنبه مئة مرة محدش يلوت الحاجة دي بس هتعاكب ميه هتعاكب كنز ويسيب احلام وانا يهون علي عاكب كنزي قلبي برضو وبعدين منعاتي ان احلام شئية وعلى طول بتعمل نصاي وعمري ما عملت حاجة دايقتي اه وقلتلك ان هي بتجد على طول بابقى معاك بس هي طفل ويجات لنا بعد خمس سنين وانالله بقى نخويها كده النهارده عيد جوازنا التاس ايه هو انت كل خمس سنين حتجبيلي عائل ولا ايه انا عايز عيال كتير قوي عيال كتير جدا انا عايز منك دستة عيال اه دستة عيال فاصلا انا هنهض كل شوية عاي لا يا حبيب فوق كده وركز انا مش منهضة على ستة احلام بتاعت هي اللي بتعملني كأن ميرات ابوها مش امها او درتها ودائما بتعمل نصايب وتلبسها فيه وانت بتدفع عنها فوق كده فانا قدامت كمان سنتين ثلات عم بفوق من احلام هان ابا فكر جيب بيبتان بس بقولك ايه انت وحشكيني او كل سنة وانت طيب وانت معاي دايما بتبقى متعصبة من عمال احلام ودايما بتزعق بس في سنة بتروق وده احلى حاجة فيك قلبك الطيب اللي في سنة بروق من كل الزعل ومن كل الهم وما بهونش عليه ينكد عليه كل سنة وانت في حياتي كل سنة وانت سعيدة معاي ويا رب اقدر اسعدك طول العمر وتوتا توتا توتا هي خلصت الحدوتا حلوة يا بنات ولا بنتوتا وبكده يا احلى جمهور في الدنيا دي كلها كون انتهت حلقتنا حلقتنا النهاردة فيها دارة مهمة اوه عن الاخلاق وعن الحب وعن حاجات كتير اوه وعن الضحي علشان اللي بتحبه اولا اسامة ضحى كتير علشان كنس ضحى مستقبله التعليم لما ابوه ضغط عليه وضحى بحبيبته لما كان فاكر انه بحبه علشان خاطر كنس وما تعانيش معاه نفس المعاناة اللي بعانيها هو وام والكل راجع حابب يفرض السيطرة على زوجته وعلى ولاده ويحسسه من نسساي زمن الاسياد مات كل واحد بيختار طريقه وجبك انك بس توجهه وجبك انك بس تدلوه مع الصح بس مش كل حاجة اجبار وابتزاز وغسط في حاجات لازم تكون بيرضى الشخص مش ينفع كده بتمنى من كل قب بيعمل العمال دي بلاش علشان في الاخر هتخسر ولادك وهتخسر نفسك وهتخسر اللي بتحبه وهتلاقي نفسك وحيد في الدنيا دي بتمنى من القصة يكون عجباتكم واذا عجباتكم لا تنسوني باللايك ولا شراك في القناة بتفعيل زر رجالة تومتم وحفظ الله ورعاية